بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سياة أعمالنا من يهده الله فلا مضل لهم إضلل فلا هادئ له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نتكلم بإذن الله تعالى عن دور المرأة في الإسلام دور المرأة في الإسلام هو دور عظيم لو ننظر إلى أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن خديجة رضي الله عنها خديجة رضي الله عنها كان لها دور عظيم في نصرة هذا الدين كانت رضي الله عنها تبذل مالها لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم نصرة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم قط فرغت النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة جعته يتفرغ في الدعوة يخرج أحياناً الأيام يعني أسبوع وأكثر يبقى في غار حراء يعبد الله سبحانه وتعالى وهي تتركه نعم حتى أنها عندما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ممكن يكون من الجن قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر فوالله لا يخزيك الله أبد يعني ثبتت قالت مثلك لا يضيع الله سبحانه وتعالى إذا لابد أن المرأة المسلمة يكون لها دور في الدعوة إلى الله لكن ليس معنى هذا أنها تخالط الرجال لا المرأة الصالحة لابد أن يظهر عليها أثر الصلاح والاستقامة لا تتكلم مع الرجال إلا عند الضرورة إذا تكلمت حتى عند الضرورة لا تخضع بالقول يعني لا تليم بالكلام الأصل عندنا في الإسلام أن النساء لا يكونوا مع الرجال حتى في المسجد في المسجد يكون النساء بعيدا عن الرجال إذا ما بالنا خارج المسجد خارج المسجد من باب أول أن النساء يبتعد عن الرجال لا تتكلم مع الرجال لا تتكلم مع الرجال لا تتكلم مع الرجال خارج المسجد من باب أول أن نساء تتكلم مع الرجال لا تتكلم مع الرجال